نروح ليه النادي الاهلي ومارس الكولر موديل فني ليه النادي الاهلي في الساعات اللي فاتت بدأ يفكر بشكل كبير جدا في استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من التشكيل الاساسي للفريق بسبب خوفه من تجدد اقاف اللاعب مرة اخرى في الايام اللي جاية كولر خايف انه يعتمد على كهربا اساسي وفجأة اللاعب يتم اقافه وبالتالي لسه هيبدأ مع لاعب جديد يدخل التشكيل عشان كده خرق كهربا شوية من حساباته الفترة دي لحين تحديد موقفه النهائي النادي الاهلي ايضا في الايام الاخيرة بدأ يتكلم مع وكلاء لعبين عشان يشوفوا عرض للبرازيلي برونو سافيو في الصيف اللي جاي خصوصا بعد ما مارس الكولر بلغ ادارة النادي الاهلي او ادارة الكرة في النادي الاهلي انه مش مقتنع باللعب ومش عايزه معاه الفترة اللي جاية بس الاهلي مستني انه يبتعد شوية بصدار الجدول ترتيب الدوري ويبقى الامور شوية مطمئنة عشان سافيو ياخد مباريات وبالتالي يعرف النادي الاهلي يسوقه بدل ما هو مش موجود في تشكيلة الفريق الاساسية والاحتراطية وبالتالي صعب تسويقه في الخارج مارس الكولر كمان بيفكر في الوقت الحالي انه يرجع خالد عبد الفتاح زهير ايمن الفريق للتشكيلة الاساسية مرة اخرى لكن هو عايز يعتمد عليه في خط الدفاع وهيكون على حساب ياسر ابراهيم كولر شايف ان خالد بيجيد في الجانب الدفاعي كويس وكمان يقدر يسند مع محمد هاني في اليمين وعنده مميزات الخروج بالكرة بشكل سليم لبناء الهجمات وهو ده اللي مخلي مارس الكولر مقتنع بفكرة ان خالد عبد الفتاح ممكن يرجع تاني يلعب سنتر باك زي ما لعب قدام نادي الزمالك ده بالنسبة للنادي الاهلي